السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشلونكم حبائي بقلب وإن شاء الله طيبين رجعتكم فيديو جديده بحلقة جديدة الحلقة اللي أنا منتظرها وأيضاً أكو هواية منتظريها الحلقة الأسطورية اللي راح نتكلم بيها عن هواية شغلات من أرك 2 طريقة اللعب، القيم بلاي، الأمور الثانية، القصة، هاي الأمور كلها راح نتكلم عنها اليوم ولكن قبل لا نبلش، خلونا نصل على الحبيب محمد، الله موصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسوناها، بلايك وإشتراك، يلا لاتس كو طبعاً شباب تتذكرون من نزل الترايلر الجديد ما الارك 2 وتكلمنا بينه وقلت لكم أيضاً راح نزل لكم فيديو عن طريقة اللعب واسلوب اللعب وهاي الأمور يب اليوم راح نتكلم على هاي الشغلة، معلومات عن اللعبة كاتبين وعن القصة وعن اسلوب اللعب واليوم راح نوضح كل الأمور اللي كاتبينهما عن اللعبة طبعاً إذا تروح على الصفحة ما الارك 2 بالستيم، ما راح تلقاه شراع طبعاً مو شراع، وشلست بعدها، بعدها تضيفها للقايمة، بعدها يقول لك كومينك سون، ما راح يقول كمان يا ولت بعدها ما نازل تراه راح تجي تنزل About This Game أو حول هاي اللعبة طبعاً آني ترجمت الصفحة على مو تسهل إنه أتكلم لكم وقعد آني أقراه إنكليزي وأقعد أترجم لكم وأترجم ترجمة بيضاً منه هي أصلاً ترجمتها بيض من الجوجل، واني ترجمتي أبيض من جوجل بعد أبيض يعني قصدي لون مو يعني بيض بيض طبعاً تقول لك تستيقظ فجأة على عالم بداية غريب مليء بدناينا صورات والبشر الذين يكافحون من أجل الهيمنع هاي كلها تكلمنا عليه من أجل البقاء على قيد الحياة وهاي الأمور شوفوا قصة اللعب يجب عليك تجميع تاريخ كيفية وصولك إلى هناك يعني شنو إحنا مغامراتنا وقصتنا شنو على مود نعرف شلون وصلنا لهذا المكان شلون عبر المركبة طحنة وهاي الأمور شلون صارت كلها هاي السالفة الأساسية مع اللعبة يعني القصة مع اللعبة أوكي والتعاون مع الأبطال الأسطوريني أبطال الأسطورين مو بس يعني أنه أصدقائك يلعبون وياك أو فتشي وإنما أيضاً أكو شخصيات من ضمن القصة قبائل مثلاً بعض الأشخاص اللي أنت حليف إلهم أنت تعرفهم أو أنت لا أولي ضدك يتيشي تعاون مع الأبطال الأسطوريني أنت راح تكون حليف وياهم ومواجهة قوة ظلامة قوية التي تسعى للسيطرة على مصير كل الحياة يعني شنو يعني عدنا عدو أساسي باللعبة شخصية أو خلي نقول قبيلة أساسية القائد ما لهم خلي نقول عدونا المهم ما أدري هل يقصد هاي القبيلة اللي راح يقاتله بالفيديو ما الترايلر الأساسي لو أكو قبائل ثانية أيضاً ممكن يكون أكو قبائل ثانية بشرية حاله حالنا مو قبائل متوحشة وقبائل بشرية حاله حالنا راح تكون مثل اللاعب مالنا مثلاً ايبك ستوري شنو يقول لك الأسطورة مال لعبة مالتنا هو فن ديزل سانتياغو الأسطورة مال آرك راح يكون كما هو يقول لك الأسطورة مال فيلم ردك سانتياغو هو البطل مال القصة مالتنا بصفته أيضاً يقول بطل مال ردك الفيلم ردك اللي شايف الفيلم مال ردك هاي البنية اللي ويا في بالترايلرين اللي دائماً ويا هاي البنية يسعى لحمايتها يعني هاي البنية راح تجيبنا الأعياد راح تنخطف راح مدري شنو هاي السؤال كلها راح تصير ويا البنية أكثريتها بس لو يخلون أيضاً مهمات انه تصير تتحكم بالبنية هاي شي يصير كلش هلو انه شي مختلف يكون وأيضاً اللي راح تكون تقلط صوت هاي الشخصية مال اللي البنية راح تكون هاي الممثلة أو اللي أيضاً قلدت صوت هاي الشخصية الكارتونية مادري شي اسمها ما عادري المهم هاي الممثلة خليت صورتها بالشاشة روفلوشنري كروس بلاتفورب مودينغ اتوقع يقصد هنا انه يصير لها مودات يعني اتوقع راح يكون مثل اركوين انه الناس يقدرون يسوي لها مابات وهاي الشغلات تنسي نقرها جوا مكتوب يتم الآن توزيع تديلات قابلة للتكتيز تم إنشاؤها بواسطة المستخدم للمخلوقات الجديدة والعناصر وميزات اللعب وخراط عبر جميع الانظمة الاساسية جنبنا الى جنب مع دعم الخوادم غير رسمية المعدلة اوكي وهناي المخلوقات الجديدة وميزات اللعب والخراط ما ادري هل يقصد الاساس اللعب انه بيها خريطة يعني جديدة وميزة لعب صناع المودات راح يسوون مابات شوفوا اذا سووها يصير لها مودات ويصير لها يعني هاي الشغلات ومابات صناع المودات يسوون كل شي براحتهم اللعبة راح تستمر مثل استمرار ارك ون طور القصة ايضا راح تكون وحد طور القصة راح تكون وحد زينا تقول لي شون يسوون ماب وطور القصة ممكن صناع المودات يبدعون بصنع قصة ايضا لا تستبعدوها نسبة 70% وقع راح يصير لها مودات وصناع المودات يعني يسوون مابات وهاي الشغلات الافضل في فئاتي يعني اللعبة راح تكون من منظور الشخص ثالث فقط ما راح يكون بها منظور شخص اول ولكن منظور الشخص الثالث فقط الميكانيكية شوفوا ميكانيكة اللعب اجتياز الشخصيات المتقدمة مثل الوشاح يعني الوشاح راح يكون متحرك يعني ملابس فن ديزل وهاي الشغلات يعني هاي الأمور راح تكون متحركة او إذا تشان شاي الجنطة او فتشي هاي الشغلات شعر اللبنية والتسلق الحر عندك تسلق حر تسلق حر هذا شنو يعني الجبل اذا تقدر اكوة ماكن تتسلق بها تقدر تسلق عادي توصل لها عن طريق تسلق ما يحتاج تفتر هاي الأمور كلش حلو تسلق حر باركور والانزلاق والتأرجح يعني شنو لعبك شوية شوية راح شيصير يصير طرزان بهاي الغابات طرزان راح تلعب لعبة طرزان مو لعبة أرك كمان هاي الشغلات الحلوة شوفوا الميلي كومبات المواجهات القريبة القتال هذا شنو يقول لك تارجت لوك تقدر تسوي تارجت على شخصية مثل ألدن رينج مثل ألدن رينج شون تسوي قفل على الشخصية وتقاتل هيشي بلوك تقدر تسوي بلوك يعني ستان تسوي لعن طريق البلوك دواج تسوي بالقطاع قطار شنو بالقطاع قصدي كومبو تسوي بالضربات ما لك كومبو تسوي يجي ل ضربة قوية دايوم دايوم والله بتحمس لك بتحمس لبالك بالك سبيشال أتاك يا ولد سبيشال أتاك يعني قوة قوة ضربة خاصة عندك وكل هذا يقول يعتمد على مهارة اللاعب يعني شنو كل ما تلذل كل ما تطور من مهارة اللاعب تنطي مهارات بالباركور تنطي مهارات بالقتال تنطي مهارات بالترويض مثلا بالناد سيرفايفينج تنطي مهارات هي تشي يعني المهارات راح يتكون متعددة تنطي نقاط للسيرفايف مثلا ممكن يزيد الهيل مات وهي الشغلات تنطي نقاط لأسلوب القتال يفتح لك ضربة مميزة تنطي مهارات بالباركور مثلا يقوم مثلا يتسلق مسافة أكثر أو من ينزل مثلا ما ياخذ دمج يسوي حركة هي تشي مسيف نيو أليين امبروفمنت هنا يقول استكشف عالما غامضا وفوضيا حيث يتم اشتياح النباتات والحيوانات المحلية من قبل المخلوقات بداية غازية من أرض مقرضة هذا يتكلم عن الماب انه يكون استكشف عالم كبير كلش من مخلوقات جديدة ديناصورات وهي الأمور يعني النباتات يعني مخلوقات جديدة ها يتكلم عن الماب هذا الشي الأسطوري وصلنا للشي الأسطوري الآخر صمم أسلحتك وأدواتك من مجموعة من الوحدات المميزة لتخصيص مظهرها ووظائفها هسا أجي لكم شكل الأسلحة هاي الأمور تمكنك الملايين من التركيبات الممكنة من صنع معداتك الفريدة يعني تقدر تسوي معدات خاصة بيك مختلفة عن معدات صاحبك مثلا يعتمد على يغير المظهر السلاح ما لك بس أتوقع هناك مظهر يعني متل ستون هاي شي أمور أتوقع ما توقع أنه يكون شي نادر يعني خلي نقول خيارات متعددة من الموارد الموجودة في مناطق فائدة من العالم بس ممكن أتوقع مثلا تقدر تصنع السياف السام هاي شي شي تضيف للسياف ميزة أو هاي الأمور يعني هاي الأمور تقدر تستخدم حسب ما يقول دايناميك وولد إفنس يعني يتكلم عن الطبيعة ما للماب هذا راح يكون بها أحداث طبيعية وغير طبيعية وجميع حال العالم باللعبة ممكن إذا شفت خلي نقول الطبيعة يتكلم مو بس عن العواصف هاي الأمور طبيعة المخلوقات أيضا إذا شفت مثلا ريكس يهجم على قروي خلي نقول أو شخص يعني إذا خلصت ممكن تتحصل على مكافأة بأ على شنو تحصل يعني أكو أمور تصير طلع لك داينو هناك إذا ترحت كتل هذا داينو وهي صار أنت تحصل مكافأة هاي الأمور أوبي سينغ بي فورس هذا شنو يقول هوستل أرات 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 توقع أرات اسمه و أتاك يو رايد انك بس رابتر غثيث إليك راح يكونون قبائل أيضا راكبين رابتر أو قبائل ثانية تلقى راكبين داينو و يهجمون عليك أتوقع يطلع لك واحد من القبيلة يراكب لك راكس و يجيك أتوقع كل شي هذا يقول يتكلم عن نظام البناء باللعبة و يقول لك أنه تقدر تحتفظ على مخطوطة مالتك يعني مدري أنه من تسوي مثلا تلعب تروح الغير عالم تنقل مخطوطة مال البناء مالك نفس ولكن المكتوب من الترجمة يمكن للناجين إعداد وحفظ قوالب البناء المفضلة لديهم ومشاركتها ووضع تخطيطات القوالب المحتمل في العالم بلابناءها كفريق واحد أنت سويت لك قصر خلي نقول عجبوهم المتابعين تقدر تشارك وياهم بعالم بسيرفر وتتعاونون كلكم التخطيط راح يكون أتوقع تخلي التخطيط وتجيبون بس تجيبون الموارد تخلونها للتخطيط والبناء راح يكون إيزي هذا الشي راح يفتح مجال للمصممين البيوت والقصور وهاي الأمور بأرك شايفين باليوتيوب أكو راح يعني راح يسوون هوايا قصور والت إيزي بس تقدر إذا يخلون الرابط مات تقدر تاخذ مثلا وباع عن طريق شلون ما حسب ما مكتوب تاخذ التخطيط مات وتبني هذا الشي همينا حلو هم كلش حلو سكيل سيستيم يا ولدي هنا شنو يقول لك احصل على نقاط الخبرة من اللعب ونقاط المعرفة من خلال تحقيق أهداف رئيسية والتغلب على التحديات الفريدة نقاط الخبرة هي مال الليفل أنه يصعد نقاط المعرفة هي أنه يزيد القدرات مال اللاعب ويقول لك للتقدم على طول شجرة شجرة من المهارات يعني هالمهارات شون يوزعها مثل شجرة مربعات ويشي شي ضخمة مليئة بالقدرات النشطة الجديدة والامتيازات الفورية والسلبي مثل ما قلت لك تحصل نقاط تفتح نقطة بالباركور نقطة بالسيرفايف نقطة واع وين تفتح هي شي ويعني فتشي يعني اللعب واسع واسع كلش هنا آخر شي يتكلم عن النظام اللي راح يكون عليه اللعبة ويقول لك شاهد أوراق الشجرة تتفاعل بشكل مقنع وهاي الأمور والمياه والعواصف وآي الشغلات يعني يتكلم عن واقعية اللعبة هاي طيب خلى طلع لكم صورتين صورتين طبعا هاي الصور أسطورية كلش من زمان أنا طبعا ركت شوفكم هاي الصور بس قلت لما نتكلم عن اللعبة هي نفسها طبعا هاي الصورة مثل ما موجود قدامكم هذا البو اللي راح يكون ورا يكون تخلي تحبي أسهم والبو بيتك هاي شكل الأسهم وحسب ما مبين من السهم اللي هنا أتوقع هذا الرأس السهم هذا لأ أبسيديان أتوقع أبسيديان هذا لأن أسود إذا كان رصاصي على بياض يتوقع ممكن يكون مثلا ستون بس هاي شبه لأ أسبسيديان مادري متوقع 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 عدنا هاي جنطة راح تكون بس هاي جنطة أسطورية شوف الجنطة جد حلو بي خضروات بي برتقال تفاح تفاح ما كو مادري برتقال على مادري هالفواكه هذا ستون أكس أتوقع أو بون عبالك مثل بون هذا إذا نبوع الجسمة الجهة وراء وراء الأكس عبالك مثل بون بس شكل رهيب شكل كل شعل عدنا هذا أيضا الاسبير هذا أيضا الاسبير ولكن شنو مبين بون بون سبير هذا بس أتوقع راح نقدر نلقى مثلا ستون سبير ما الأمور هذا ما عرفت شنو هذا الصورة بس اللي لاحظت بالترايلر كانوا واثنيا تقريبا شايلين هذا الشيء هذا اللي هسب الصورة قدامكم وأتوقع يعني لوت يعتبر لحم جلد هاي الأمور مثل ما موضح هايد هذا جلد تمساح هذا جلد باع شنو وهذا اللي ما أدري وهناك لحم أكو بالسلة وكلش مختلفة عن أرك وأيضا شفت من بالتويتر كانوا ناشرين هاي الشخصية نسيت اسمه ولكن هذا كانوا ناشرين على أنه مثلا يبينون الجرافيكس ما للعبة ولكن كانوا كاتبين اسمه كاتبين إنه هذا واحد من الشخصيات باللعبة اللي راح تكون من ضمن القصة راح تواجه هذا ما ندري عدو بس ستوقع لا لا موعد وهذا وإنما صديق وراح تواجه خلال القصة راح تقابله فبيع ابطالنا أي شي جديد راح ينزل إن شاء الله أنا راح نزل لكم عن تابعوا القناة فعلوا الجرس على موض كل جديد يوصل لكم إن شاء الله كوكوما الشغلات راح نتكلم عن بالأيام الجاية راح توصل ويا الشركة على موض أي تسريب أي شي أقدر أجيب لكم أي خبر وأيضا قاعدين ننزل سلسلة عن أرك الماب الجديد وأيضا بأيام الجاية راح نزل عن الأخبار مال وكتر وشنو صارت عليه فبيع ابطال لأننا وصلت وكم نهاية الحلقة أتمنى تكون استمتعت وانا أتمنى يكون حلقة عجبتكم سبحانك الله بحمدك شكرا لا إله إلا أنت استغفر وكتب إليك شكرا بالحق أبطال وعلا بسلامة شكرا لكم شكرا لكم لكم